في كل سنة يحيي العالم يوماً للمرأة وفي أيام العراق هذه كل يوم تمثل المرأة عالماً بأسره وبكل هتاف ثوري تنير طريقاً لمستقبل العراق المنشود ثائرة متظاهرة معتصمة طبيبة ومسعفة فنانة ومبدعة تشارك في صنع التغيير وتنتفض على أكثر من 17 عاماً من الإقصاء والتهميش فهي الثكلة واليتيمة والمعيلة هكذا جسدتها الظروف منذ احتلال العراق عام 2003 يمر هذا اليوم على المرأة العراقية فأحيته على طريقتها تظاهرات نسوية في مختلف المحافظات ضد المنظومة الحاكمة جاءت لتؤكد أن النساء العراقيات أساس في البناء السياسي والاجتماعي والثقافي للدولة هذه هي الصورة المشرقة التي تظهرها المتظاهرات في يوم المرأة وتحاول من خلالها تحدي الانكسار النفسي الذي تركته المنظومة الحاكمة في نفوس العراقيات فلم تمر ذكرى لهذا اليوم إلا وفيه صورة النازحات في المخيمات والمعذبات في معتقلات الميليشيات والقوات الحكومية وفوق كل ذلك مشاهد الخطف والاغتيال الذي تعرضت له عدد كبير من الناشطات والمتظاهرات في ثورة تشرين من قلة مراجلكم من قلة غيرتكم عفتوا الزلم بعد ما تقدروا تحكينوا يا الزلم صرتوا تخطفون بنات اللي خطف صفا المهداوي عار عليك وعار على عشيرتك وعار على حتى الميليشيا اللي أنت تنتمي بيها أقسى من ذلك الإساءة اللفظية وإهانة كرامتهم بألسنة زعماء الأحزاب الذين لم يتركوا وسيلة لمحاربة المرأة المتظاهرة إلا واستخدموها ورغم كل ما حصل استطاعت المرأة العراقية من خلال ثورة تشرين أن تغير الصورة النمطية عن تلك المرأة المغيبة في غياه بالتخلف والانكفاء خارج حركة الحياة بمجالاتها كافة قامت بذلك بما يتناسب مع ثقافتها وأصالتها وقيمها الحضارية والدينية إحنا اليوم جايين حتى نثبت أنه للمرأة العراقية دور بالثورة جايين نثبت أنه إحنا ويا أخوانا ومنعوهم الآخر يوم المتظاهرات كشفنا عن جوهر النساء العراقيات وأثبتنا أنهن شقائق الرجال الأحرار وصوت الثورة الوطني